بسم الله الرحمن الرحيم هنتكلم ان شاء الله عن الاناتومي عايزين نعرف ايه زي اي اورجن عايزين نعرف الصائت و السورفوس و الاناتومي شوية حاجات كده تانية ان شاء الله هنعرفها باختصار كده بس عايزين نقول الكلام اللي احنا عايزين نقوله بعد كده هنشوفه على الصور بيقول لك الصائت اول حاجة ان هو بيبقى انظر ده خلاص في الابدومن و زي ما احنا عارفين الابدومن بتتقسم تسع خلاص خلاص و زيهم على الشمال وبعد كده عندي انا موجود في انهي ريجنز من دول موجود في التلاتة اللي فوق الابدومن و الابيجاسرام والليفت هايبوكندرام دي كانت اول حاجة اللي هي الصائت بعد كده الشيب قالك ان هو وجه الشيب و دي معناها ان هو عنده خمسة سورفوس خلاص خلاص اول عنده بوسير سورفوس اللي هو ده عنده انتير سورفوس عنده سوبير سورفوس و عنده انفير سورفوس و عنده رايت سورفوس دول الخمسة سورفوس اللي احنا هتكلم عليهم طب ما احنا ماشيين الحاجة اللي بعد كده اللي عايزين نتكلم عليها هي اللوبس لو رسمت الليفر بالمنظر ده و انا بص عليه من قدام اه هيتقسم الريد لارج لوب و ليفت سمولر لوب عن طريق اللي من قدام اللي ماشى قدام ده وقت اللي بيمسك في الابدومين من قدام اللي هو ايه ده اصلا عباره عن بريتونيام خلاص بيبتدي بقى اه هو بس مابيبقاش من قدام بس ده كمان بيطلع على سورفوس ويبتدي ان هو كمان يروح بقى ايمين وشمال ويغطي لي بقى الليفر ويغطي لي الحاجات اللي حاولين الليفر خلاص يبقى الفالسي فورم اسمولي الى اتنين حلو طيب لو بصيت من ورى هلاقي هلاقي ان الفالسي فورم ده وتنازل لتحته ومكمل لشان كده قاله مكمل وجاي هنا عامل وعامل على البوستيرر خلاص خلي بالكوا الجزء ده انفيرر وجزء اللي هنا ده وتبوستيرر ازاي لان انا لو اخدت مثلا نصراش تالساكشن وقلت ده الانتيرو ده السوبيرر وبعدين جيت هنا هاعتبر ان ده وتبوستيرر واعتبر ان اللي تحت ده وتبوستيرر بس انا لما باجي بص من ورى بحس ان اللي اتنين ايه بوستيرر لكن ده هنا انفيرر وده كده ايه بوستيرر خلاص دي كده اللوبس وعندي كمان كمان اللي هما الكوادريت لوب هنا والكوادريت لوب موجود هنا جميل في تقسيمة تانية برضه هنقولها في الاخر غير التقسيمة دي بيسموها دي التقسيمة دي اه اه في تقسيمة تانية بيقول عليها فانكشنال سيمنتيشن طيب نقول بقى السيرفوس بتاعتنا عندنا خمس سيرفوسز اربعة منهم بيسموهم دايفراجماتيك سيرفوسز وليه يسموهم دايفراجماتيك سيرفوسز سيرفوسز علشان هما يربين يبقوا الانتيرو سيرفوس 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 وال وال سيرفوس والبوسيرو سيرفوس سيرفوس يبقى احنا قلنا خمسة سيرفوس عندنا انتيرو بوسيرو سيرفوس وانفيرو ورايت سيرفوس اربع منهم اللي هما دول انتيرو سيرفير رايت ورايت 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 دايفراجماتيك ريليتد للايفراجماتيك ليه لو جيت بصيت من قدام هبصة رقيا دايفراج ما عمل كده ريليتد للسيرفير ورايت وكمان مكمل قدام لو قطعت سيجتال سيكشن هبصة هلاقيه من ورا ومحوط من قدام كمان لو دا الانتيرو سيرفوس خلاص يبقى هو ريليتد لدول كلهم جميل هاخد بقى الانتيرو سيرفير والرايت وهقول كلهم ريليتد لحاجة كمان مع الدايفراجم الهو هي الرايت لانج اند بلور ازاي لو قلت ادي الليفر واد الدايفراج بتبقى اللانج نايمة هنا كده وهنا دي وهنا في الهارت خلاص فبتبقى نايمة فبالنسبة لهم بتبقى ريليتد لهم بالبلورا بتاعت وكل واحد منهم ريليتد لحاجة كمان مع الدايفراجم مع الرايت لانج وبلورا خلاص الواهية الانتير هيبقى ريليتد للانتير ابضمين الول الابضمين من قد ده حلو السوبير ريليتد لمين ده ده الابضمين بالالبورا بالنسبة الابضمين بالنسبة الابضمين بالنسبة للرب من اول الرب رقم 7 لحد الرب رقم 11 حلو كده جميل اوي طب نيجي على البوسير سيرفس وده اللي هنتكلم عليه شوية كتير البوسير سيرفس البوسير سيرفس الحتة دي فيها من فيه رفين كيفا وهنا في حاجة اسمها بار اريا هنتكلم عليها دلوقتي شكلها تريانجل الشيب هبدأ من الشمال لليمين اول حاجة في البوسير السيرفس هي الفيشر اللي هو بيبقى بعدين لوب هنا اسم الكوديت لوب احنا قلنا عليه من شوية بعد كده فيه الانفيروف هنا كيفا بعد كده البير اريا ايه البير اريا دي هي عبارة عن اريا من غير ما تكون مضغطاة ببريتونية ازاي مش احنا لما رسمنا من قدام وقلنا الفلسي فورم دوت طلع لفوق هنشوف ها في صور وبعدين اتقسم يمين وشمال ولف هيلف وينزل تحت هنا وهيروح فوق هنا وفي الاخر هيسيب لي حتة مش متغطية يعني هيتقابل من تحت مع فوق وهيسيب لي حتة مش متغطية هيتقابله هنقول الكلام دوت في هنقول خلاص طيب يبقى ده كده بسيرو ري سير فسير ري لذي الحاجات دي مع ال دايف ري طيب نيجي بقى الماشي انا هقول البر اير اللي انا كنت هقول ها دلوقتي وخلاص نقول بسم الله رحم 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 ادل البر نقول ايه البر اير وخلاص ادي الليفر من ورا في تريانجلر بار اير وفي داي وقلنا انه دوت الانفير في نا كيبا جه الفلسي فور من قدام وراح اجعل هنا وبعدين رح اعمل حتة كده لير وبعدين جي من تحت وتقابل مع الجزء اللي جي من فوق وراح اعمل لير تانية هنا التو لير دول بيسموهم ايه شباب بيسموهم upper layer of coronary ligament and lower layer of coronary ligament خلاص ولما تقابلوا عملوا ligament شكله مسلس فسموه ايه احنا على right side سموه right triangular ligament لان في واحد على الشمال خلاص بس هنا دي triangle هنا اكبر يعني المهم يبقى انا عشان اقول حدود ال bar area يبقى حدودها ايه على اه دي عبارة عن مسلس يبقى الضلع الاولاني هو عبارة عن upper layer of coronary ligament والضلع التاني اللي هو layer of coronary ligament نقول بقى الل اللي احنا ما اتكلمناش عليهم اللي هما مين الشباب ها ادي ligamentum venosum ligamentum tiris واتكلمن ما اتكلمناش عن الكوديت لوب وعن الكوادريت لوب اللي هنا الكوديت لوب ده عبارة عن لوب موجود على خلاص الريليشنز والباوندرس بتاعته ده مين ده الفيشر بتاع ligamentum tiris يبقى على شماله على يمين احنا لسه ايلين في مين ها الانفيرر venakeve كويس اوي جميل جدا من تحت في حاجة اسمها بور تهيباتس ومن فوق ligamentum venosum مكمل على فوق لحد موصل الانفيرر venakeve فعمل بتاعت الكوديت جميل دي كده بتاعت الكوديت حلو لو جيت انا بقى اخدت الكوديت دوت الكوديت انا شايفها من ورا لو جيت اخدته كاني قطعت حتة من كده وعايز اشوف ايه هي بتاعت حلو هبص على ورا هلاقي وراي الشباب هلاقي مين فاكرين فاكرين البروتونيوم كان في ما بين الليفر واللي استمت كده جزئية كده فاضية كانت او مش فاضية ايه فيها كانت عبارة عن ايه خلاص اللي كانت متوسرة بخورم كده من تحت مع اسمه ايه المهم ما علينا يعني هنا وراه بعد في وبعد كده في الفقرات بس هو قصاد الفقرة رقم رقم كام رأس الشباب يبقى دي كده بتاعتي يبقى انا هنا عشان ما ننسهوش اهو عندي عندي وعندي ده الكوديت لوب انا بس عشان عشان بس ما منتهش انا ازاي جبت الكوديت لوب دوت ما هو المفروض انه الكوديت لوب دوت ورا فانا لو بصيت عليه من ورا ده اللي هشوفه يعني انا لو مسلا جيت هنا والله انا عايزة اعمل بتاعتي ده الكوديت انا بصة من ورا يبقى هلاقي وراه اللي صارسعك وايه كمان ها هلاقي كمان ازاي ارسمه هلاقي كمان ال و ايه كمان هلاقي وراه ها انا كل ده بصة من ورا هلاقي الليفل بتاع الفرتبر اللي اصاده جميل كده فهمنا طيب ده كده الكوديت لوب حلوة اروح بقى على الكوديت لوب في حاجة مش عايزة انسى اقولها اللي هي اللي ايه البورت هاي بعتص ادي الكوديت لوب مين على شمال يا شباب الفيشر بتاع اللي جميلتم تيرس صح جميل حلوة قوي طيب على يمينه بقى هلاقي يمين تعالوا كده نشوف مع بعض على يمينه ايه بتاع دي حاجة اسمها جول بلادر لها فصة على يمين الكوديت لوب اذا فصة فور جول بلادر على يمين الكوديت لوب تعالوا بقى نشوف الحتة دي اللي بتلغبط دي حاجة اسمها بورتايباتس وده متفقين اللي هو الانفيرر بوردر بتاع الليفر انا عايز ااخد لو انا جيت اخدت في الليفر وقطعت بالطول لو قلت مثلا ده الانتيرور وده السوبيرور وانا كنت لسا الى الحتة دي من شوية ده البوستيرو سورفوس وده الانفيرو سورفوس ده الانفيرور وده البوستيرو سورفوس الجزء اللي هنا ده بيفصل ما بين الجزئين دول حاجة اسمها بورتايباتس بيكون هنا موجود الكوديت لوب وهنا الكوديت لوب من هنا اقدر اقول ايه مش انا اقدر اقول من هنا ان البورتايباتس بتكون بوستيريور للكوديت لوب خلي بالك هو الليفر كمان ما بيبقاش واقف في الجسم كده لا يعني ممكن يكون مثلا نرجع ورا شوية كمان فبتبقى البورتايباتس ورا الكوديت لوب واللي قدام هو الانفيرور بوردر بتاع الليفر عشان نبقى مقتنعين طب حلو البورتايباتس دي عبارة عن اين بالمرة كده فيها حاجة من قدام اسمها هيباتك داكت لو دا قدام وفيها هيباتك ارتري and the most بوسيوري سراكشور is بورتال طب انه ليه عاملة من كل حاجة اتنين كده لان كل لوب لينش خلاص لانه يعتبر ما فيش اتصال اوي ما بين الريت والليفت لو جميل يبقى دي كده الباوندرز بتاعت الكوادريت حلو على فكرة البورتايباتس دي كمان فيها برضو نرفس بلاكسس وفيها لمف نوز خلاص انا كده خلاص البورتايباتس الكوادريت لو فضلي بس حاجة صغيرة عايز اقولها عايز ارسم ادي الابدومن ودي شايفين من دي دي الكدني رايت لفت كدنين سوبرا رينال يا رسمة دي كروكيم مش قوي يعني بس هي ايه لحد ما هحاول اوصل بها الفكرة بتاعتي الاستمك مفروض الاستمك كبيرة شوية دي سندن كولون ولا ايه وترانس ودي سندن كولون حلو انا رايز ارسم الليفر هنا هرسم فين بص شباب يلا بينا يلا بينا يلا بينا يلا بينا يا شباب بص 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 الحلاو بص الجمال انا شايف الليفر كده من قدام هو ده بالزبط الليفر هنا خلاص لو انا شايف من قدام تقريبا 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 لو عايز احدد الكوادريت لوب احدده فين هقول انه فين هقول مثلا ماشي خلينا تاني انا عايز احدد الكوادريت بتاعتي تقريبا 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 هناك كده طيب هقول بقا التقريبا بتاعتي تقريبا ترانسفيرس كولوم لو الرسمة كانت مضبوطة ترانسفيرس كولوم بيبقى قدام جميل وراء 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 في حاجة اسمها الليسر منتم هقولها هدلوقتي حالا وفي النص كده تقريبا إلى حد ما وراء يعني في الفيرس بار ديودينم والبيلورس بتاعت الايه الليسطامك مفهوم الكلام ده طب حلو عبر ايه بقى الليسر اومنتم ده الليسر اومنتم ده يا شباب احنا اخدناه مع البريتونيوم لما كنا بنرسم لما كنا بنرسم الليبر بالطول وكان كانت الاستامك كده ايه انا مش صراحة مش فنانة في الموضوع ده بس الاستامك المفروض يعني كانت بينك جزء كده مش كلها المهم ان الليسر اومنتم دوت عبارة عن الليجامنت اللي بيوصل الليفر بالاستامك ده من ورا للكوادريت لوب فاهمين ازاي يعني لو لو مسلا لو لو الكوادريت لوبيناء طبعا يعني مش فنانة او يعني الليسر اومنتم خلاص هيبقى ريليتد لي من وراءة المهم هنشوفها على الصور يعني كده انا خلصت لإيه الكوادريت وقلت اللوبس وقلت السورفوس اللي هو الانفيرير سورفوس وضيلي الانفيرير سورفوس انا كان نفسي صرع بس انا مش مش عارفة صرع طيب ادي الابدمين ودي الديفراج ودي الكدني الرايت انا بقى مش هرسم الليفت عشان بتعوق ودي الستامك ديودنم السندن كولون السندن كولون تعالوا نشوف الليفر هيترسم فين بصوا شباب مفروض فيه هنا كده ده الليفر من قدامنا شايفاه انا بقى هجيب الليفر دوت طبعا هنا فيه الفلسي فورم تمام؟ انا بقى هجيب الليفر دوت واقوم قلبا واقوم رسماء وشايفاء من وراء شايفين ازاي؟ وطبعا انا يعني زنقة الدنيا المهم وليجامنتم فينوزم وليجامنتم اي تيرس مين هنا؟ مين هنا؟ شايفين؟ 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 شايفين معي ازاي؟ مش الجزء ده هو لما قلبت اطلع ده ريتد تدليل ايه؟ للستومك ولا لا؟ يبقى ده خلاص؟ خلينا بس نقول طيب ماشي هنا انا هنا احنا عارفين ان ده ايه؟ وهنا الكوادريت لوب نيجي بقى على الحتة دي مش الحتة دي هي نفسها الحتة دي ريتد ايه؟ دي الديودنم فبيقولوا ان ده الديودنم ايه؟ جميل شايفين بقى الحتة دي مش هي الحتة دي لما قلبت جبت كده رحت قلبية فطلعت الحتة دي ده اسمه جزء من الكولون اللي هو الحوادق اللي طالع بها الكولون دي ريت كوليك فلكشور فسموه طب دي ريت كيدني ان ريت سوبرا رينال مش الحتة دي في الليفر هي نفسها مقلبة طلعت الحتة دي ريت كيدني ان ريت سوبرا رينال سموها رينال ان سوبرا رينال امبراشن خلاص؟ ده كده هي المفروض الحتة دي تحت شوية ماشي علشان احنا في الانفيري سورفوس علشان احنا بس ايه في الانفيري سورفوس فالمفروض انها تحت زمن بس متأكد خلاص؟ يبقى انا كده قلت لايه؟ الانفيري سورفوس في حاجه صعب؟ فيش حاجه صعب بس بيرلك فيه حتة هنا عالية كده اسمها تيوبر اومنتل نعرفها يعني من باب العلم بالشي فاضل لي ايه؟ اه انا قلت كده اه فاضل لي بقى بلد سبلاي والنفاتيج تعالوا نشوف تعالوا نشوف تعالوا نشوف تعالوا نشوف تعالوا نشوف طيب حلو بيقولوا على البلد سبلاي بتاع جو البلد سبلاي خلاص؟ يعني ايه؟ يعني عندي الهباتيج جاي له سبلاي من اتنين. طب يقول لك ايه ده? اسمه بورتالفين. ازاي يعني ازاي بورتالفين وجاي على اورجن يعمله سبلاي. قال لك لا ده مهم جدا بقى. ليه? دوت جاي علشان يعمل سبلاي شاي في نفس ذات الوقت اللي هو شاي البلد. البلد دوت جاي للليفر ليه? علشان يتعامل معه. علشان الليفر يعمله ديتوكسيفيكيشن. من جاي من باية الورجنز عشان يتعامل مع الليفر. طب الليفر مش المفروض ان هو اه. وهو عندي طبعا هباتك ارتري بيغزي الليفر و ايه? وحاقو سراكشورس حواليه زي البايروريس بتاعت الاسطمك. وزي الجزء من الديودينم. جزء من الديودينم. حلو. طب هو مش هيعمل درينج اه هيعمل درينج. هيعمل درينج. عنده اه تلاتة فينز يقدر يعمل درينج بهم. بيصبوا في الفين الكبير بتاعنا اللي هو الانفيرو فيناكيفا. تلاتة فينز. سوبيرر الانفيرو فين. هو البورتال فين ده جاي من اين? جاي من اتحاد. جاي من اتحاد. منشيل ده. جاي من اتحاد لو ده الاسبلين. مطلع سبلانك فين. فهو جاي من اتحاد سبلانك فين. خلاص. انسوبير ميزانتريك. وهيروحوا يعملوا الايه? البورتال فين دوت. حلو كده? جميل قوي. كويس. كل واحد ليه اه 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 انا مش فاكرة كان سوبيروميزانتريك ولا انفيروميزانتريك. بس هو هيروح هيعمل يعني بورتال فين. والالتاني بقى اللي هو الهيباتيك ارتري ده جاي من السيلياك ايه? من السيلياك ارتريك. على الفكرة احنا نشوف الصور سوبير ولا انفيروميزانتريك. المهم يعني. التاني جاي من الايه السيلياك. السيلياك دوت اللي هو اصلا برانش من الايه? من الاورت. جميل. كده انا قلت فاضل لي الليمفاتيك درينج. الليمفاتيك درينج. لا اصلا. الليمفاتيك درينج. من ورا انا. الليمفاتيك درينج. كل الليفر بيصب في البورتال. الليمف نود. الليمفاتيك درينج. الليمفاتيك درينج. سهلة كده? جميل قوي. خش على بعضه. عندي حاجة اسمها. يعني ايه يعني حاجة اللي بتوصل الليفر بالحاجات اللي حواليه. اللي هي اي يعني? اللي هي اللي هي من قدام. من ورا بقى هو اللي فيه تقريبا فيه معظم ايه? لجامنتم تيرس. لجامنتم فينوزم. عالفكرة لو قال لي. راوند لجامنت هو هو لجامنتم تيرس. ازي ما احنا قلنا. فالسي فور ملافف من تحت. وعمل لجامنتم تيرس. فاشان كده ساموه راوند لجامنت. وهنا. ابر لاير. اف كوروني لجامنت. هما المفروض ستة لجامنت احنا قلنا كم لجامنت لحد الوقت فالسي فورم يعني انا بحفظهم كده واحد قدام فالسي فورم الاثنين بتوع الكوروني لجامنت أبر ولور وبعد كده الاثنين لجامنتم من ورق اللي هما لجامنتم بنوزم لجامنتم تيرس فاضي الواحد اللي هو الليسر اومنتم خلاص وقلنا الليسر اومنتم ده فان بالضبط عند الايه عند الايه عند ال η بيبقى يعني تحت الكوادريت كده بيبقى مكمل معه البورتاهيبعتس خلاص هنقوله في السور طبعا ان شاء الله اااااااا كده ستة لجامنتس بعد كده اللي هما الانتنون اللي هما الاثنين الليجامنز بتاعنا ده كده ده كان عبارة عن في الفيتال لايف كان بيعمل ايه كان بيشيل من البلاسنتا ويروح بيه على بتاع الفيتاس يعني خلاص المهم ان هو كان الليجامنتم تيريس ده خلاص كان عبارة عن وبعد كده بقى وفايبروز وبقى الليجامنتم تيريس كان عبارة عن داكتاس فينوزوس شال الاكسيجينيتد بلاد رايحة بيه على الانفيرور فيناكيف خلاص عشان كده هو حتى لما لما بقى قبلتريتد بتقفل برضو موصل مع طالع على فوق وموصل مع المهم يعني نعرف خلاص ان الليجامنتم تيريس كان بيوصل في الفيتوس كان بيوصل الامبيليكس يعني كان بيوصل الدم من البلاسنتا للليفت برانش بتاع البورتالفين وهو حالين بيوصل الامبيليكس بالليفت برانش بتاع البورتالفين وخلاص بقى طيب نيجي هنا دا بيوصل ايه بايه موصل الامبيليكس بالليفت برانش بتاع البورتالفين مع الانفيرور فيناكيفا طبعا دا كان اثناء ايه كل اللي انا قلتو دوت اثناء الفيتال لايف حلو فضلي بقى ايه هي الاماكن اللي مش متغطيه ببيريتونيهم الاماكن بتاع الفيتشيرز والفوسي واماكن بقى احنا المفروض حفزناها خلاص جميل هقولها دلوقتي اول حاجة هم ستة عشان بس ان نبقى حافزين هم ستة اول حاجة من دا فيشر فور لجامنتم فينوزا وهنا فيشر فور لجامنتم تيرس دول مش متغطيهين ببيريتونية وبعدين في عندي البورتا هيباتس والجروف بتاع الانفيرور فيناكيفا والفصة بتاعت الجول بلادر وخلاص يبقى هنا جروف وبورتا هيباتس وفصة وفضلي بقى اللي هما تو فيشرز دول والليجامنت اللي هما بتوع او البر ايريا بقى نفسها مش متغطية انا قلت كم حاجة كده ادي واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة ستة حاجات هما دول ستة ببر ايريا فضلي بقى اخر حاجة او الحاجة القبل اخير هي السيجمنتيشن التقسيم اللي انا قلت هقولها في الاخر متقسم الليبر الى لوبس بطريقة مختلفة عن طريق الفاسكلر ديستربيوشن او السيجمنتيشن بتاعه يعني عن طريق الايه؟ الفينيس درينيج بقسموا ازاي؟ احنا دول الاتنين اللي جا ما نس بتاعنا المفروض مقسمين الى رايت وليفت خلاص بس انا بقى هقسم تقسيمة تعني نسحة بقى مع بعض ده لينفيرو فينا كيف جميلة شباب كان فيه مين تحت ها لو حد فاكر كانت مين اللي تحت ادي الجول بلادر قمت انا عملت ايه؟ راس معالم بقى وعايز بقى اتفاز لك رحت اعمل خط واهمي هنا وقسمت بقى ده بالنسبة لي وده بالنسبة لي فبيقول لك بقى الحتة الرخمة بقى بيقول لك ايه مش ده كان الكوديات لوب وده كان الكوديات لوب انا بعد ما عملت ده بقوا مش هما كانوا هنا كده يعتبروا مع الرايت لأ بقوا هنا مع الايه؟ مع الليفت جميل بس كده حلو فاضي لي بقى غير سيجمينتيشن سورفرس اناتومي اسمها كان اسمها ايه العظمة دي؟ سترنوم هي مفروض بقى طويلة بقى لتحت ادي الربس ثالث رابع خامس سادس سابع تامن تاسع العاشر ال 11 ال 12 زيهم طبعا على الشمال هرسم بقى الليفر هو السورفوس اناتومي ده معناق ايه؟ معناق انا بحدد الورجن بتاعي بنقاط بحس ان انا اعرف من خلالها مكان الورجن بس من بره لو انا عايز اعمل مسلا اجزامينيشن ولا حاجة خلاص هاحفز ايه؟ تعالوا نشوف كده خمسة خمسة سبعة 11 خمسة خمسة سبعة 11 رقم تلفون بتاع زمان طيب خلينا نشوف يعني ايه خمسة خمسة سبعة 11 يعني دول عندي اربع نقاط ادي اه مثلا انا عندي الربس اهي ادي واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة يبقى درب الخامس ودرب السادس وده كده السابع تمانية تسعة عشرة 11 واثماشر ودرب ال 11 الفراغ اللي ما بين اللي ما بين توريبس بيسموه ايه؟ بيسموه انتركوستل سبيس فانا مثلا لو جيت ما بين الخامس والسادس هنا يبقى ده على الناحية التانية على الليفت هعمل عنده نقطة وهقول دي اول نقطة بالنسبالي والنقطة الوحيدة اللي موجودة على الليفت حلو؟ جميل تاني نقطة اللي هي رقم خمسة التانية ادي كده اول خمسة خلصة خمسة التانية بقى النقطة التانية على النقطة التالتة اللي هي سبعة على والمفروض دي بعيدة بتلاتة ونص انش عن الميدلاين لو رسمت الميدلاين هنا يبقى هي بعيدة يبقى ده كده ثلاثة ونص انش ودي عند الميد السابعة هبعد شوية اللي عنده نقطة السابعة اهي دي تالت نقطة عند الميد يعني ورسمت في نصها خط وسميته يبقى هي عندها وهنا نفس الحكام يعني يعني في نص رسمت خطة بالطول يبقى هي النقطة عنه يعني دي حاجة سوابت كده هم اخترواها عشان يعملوا بيها الاماكن بتاعة السورفس يعني في كل خلاص طيب وعند الحداشر عند برضو الحداشر عند برضو ليه مش احنا كنا بيقول الراية سورفس رقم سبعة وحداشر ما هي النقطتين عندهم فعلا على الرب السابع والرب الحداشر عند دول بيعملوا لي اصلا الراية ايه سورفس اوصل النقط دي يبقى انا كده عملت او عرفت السورفس اناتومي بتاع الايه الليفر ده كده السورفس اناتومي بتاع الليفر بيقولك ان هو مهم كليونك اللي زي ما نقول عشان اعرف ايه اعرف الليفر يعني من بره كده جميل كده انا ايه خلصت الكلام ده يبقى انا كده خلصت الايه الشرح سريعا ادي بقى نشوف الصور سريعا برضو ادي السايد خلاص under the diaphragm تحت diaphragm right hypochondria pigastrium and left a hypochondria which shape anterior surface posterior surface superior surface inferior surface and right surface اللوب right large lobe and left smaller lobe ودوت بقى من وره خلاص بيبوريني بقى ازاي انه الفلسي فوق طبعا ده مقلوب ومن وره ازاي ان الفلسي فورم left وعمل round legament ligamentum tirs ligamentum venosum وبرضو متعسم هنا الى left lobe and right lobe ازاي 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 الفلسي فورم قدام هو واضح هنا او في الرسمة دي او في الرسمة دي غطى كده الليفر من قدام كله وبعدين طلع على فوق وبعدين هيعمل اللي ligamentum بقى هيجي من قدام هنا وهيجي من وراء هنا وهيتقابل الاثنين عند right triangular ligament شايفين دي the bar area اللي انا بشرح فيها خلاص يبقى دي upper layer بتاعت coronary وده lower layer بتاعت coronary ligament خلاص وده هول inferior fina كيفا تمام كل الكلام ده ايه هقوله بعد شوية ان شاء الله بعد كده فيه المفروض ان ده الكوديت وده الكودريت عشان بس مقلوبة انا عايزة بس الصورة تيجي معدولة وكده ماشي هيا انا مفروض دي كانت تيجي بعدين ماشي هنشوف ان شاء الله عايزة انا انا كده قلت اللوبس عايزة اشوف اللي السورفسوس كلهم related anterior وال superior ال 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 diaphragmatic anterior superior right and posterior كل دول diaphragmatic معدل inferior شاك بين مش related ال diaphragmatic ما هو الوحيد اللي مش related ال diaphragmatic وعرفنا طبعا ازاي طيب ودول بقى right lung and pleura اللي هما superior وال right وال anterior المفروض ان اللون والبلور نزلين شوية طيب بس عشان دي رسم يعني بعد superior مع heart وال pericardium right من seven لل 11 rib and anterior abdominal wall with plura and right lung بتاعتها بعد كده قولنا اللي ورا عايزين ايه نحكي عليه شوية طيب مكانش في الصور دي ماشي لسه طيب ادي اهو بص انا عاكود عايزة وريكو ال diaphragg بص محوط الليفر ازاي ده الليفر هنا دي حدود الليفر ودي من sevens الليفر تمام ايه دي relation ايه عايز اشوف posterior باعة related برضو مش احنا قلنا ال diaphragg من ده اللي ورا مصر دي طيب حلو هشوف بقى ايه اللي موجود على posterior surface الليفر بتاع ligamentum venosum codeate loop groove inferior vena cava upper lower خلاص وده right triangular and here the port يبقى تستحت خلاص يبقى ده posterior surface and what is the part area هي عبارة triangular shape تبقى لها upper layer of cronial ligament lower layer of cronial ligament apex بتاعتها right triangular ligament base بتاعتها هي عبارة عن جروف بتاع inferior vena cava خلصتها خلاص هشوف بقى inferior surface زي ما احنا رسمنا وقلنا هنا في gastric impression وهنا في ligamentum fischer بتاع ligamentum tirus وهنا correct loop and fucsifor ball bladder using impression supra renal and renal impression and colic impression ده supra renal related لل لازم اقول right kidney and right supra renal والحتة دي فيها elevation اسمه tuber omental جميل عايزة بقى هو ده اللي انا عايزة ارجع له اهو ادي لو ده liver هنا impression بتاع kidney impression بتاع kidney right kidney foe prarinal aah 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 خلاص ده right triangular ligament المفروض ان دي مش حدود liver دي حدود ال peritonean يعني اللي ورا liver ايه خلاص ورين فيروف انا كيف اهو هنا ادي يا شباب first part diudinum اللي هو عنده diudinal impression وهنا مش مش مورين الكولون ماشي هشوف ادي رفعهولي عشان يوريني ان gastric impression هنا خلاص وفي المفروض diudinal impression ودي ده هنا في colic impression اهو مش ده مفروض هنا right colic flex صورة تانية ادي right kidney ودي right suprarenal عملين الرين بس هنا مش يليون عشان يورون الحاجات اللي تحت و عملين رين و suprarenal impression ودي عمل diudinal impression right colic friction عمل colic impression وال الصمك هنا عمل gastric impression او بص هنا بقى جايبولي ايه رفعهولي بقى بيقول لي ان هنا gastric impression ودي right kidney خلاص بال طبعا فوقها suprarenal خلاص ويبقى impression هنا خلاص متخيلين انا ده وانا رفعه يبقى ايه يبقى ده inferiure surface بتاعي صح كده ودي البوش هي باتس ودي غول بلادر اه خلاص معي طيب آام بس كانت حلوة الحمد الله طيب يعني الحد كده الموضوع اظن انه مفيش ابسط من هذه حدود الْبير ارييا شايفين ممتد ليه لانه هو اصلا عبارة عن البريتونيوم اللي مغطي الليفر المهم ان هذا هو الأبرا لير فورم و هنا هو الاور لير فورم و هذا الانفيرو فيناكيفا والإيبكس بتاعت عبارة عن الراية ترينجلر لجامنت ما طبعا بسرعة عشان انا شرحت خلاص ادي هنا الفالسي فورم باين مقسوم كده وادي الكوديد شايفين باين جدا باين جدا لفة الفالسي فورم ان هو راح ورا وراح قدام وكملوا الكلام ده ده الكوديت وده الكوادريت شايفين ده السوبيروس سورفس اهو بينة جدا البر اريا اهي شايفين ادي الفاتسي فورم طلع فوق اهو وغطالي الليفر من هنا ونزل لف تحته وغطالي الليفر من هنا وتقابله في الايه في الرايت رايانجولر لجام انتو سابلي الحتة دي فاضية وبقت ريليت الدايركلي الى الضاعف رايي نفس الكلام اهو جاي من قدام وجاي من ورا وتقابله هنا وسابلي البر اريا ودي البورتاهيباتس اللي احنا قلنا عليها فيها هو الهيباتيك داكت والموست انتي اه الموست بوستيرو استراكشور هو البورتال فينو في النصر الانترميديد في الهيباتيك اوار تري ودي الكوادريت لوب ودي الكوديت لوب انا في حاجة نسيت اقولها بس وانا باشرح هناك او حاجتين ان هنا الكوديت لوب اعمل كوديت بروسس يعني حتة كده وهنا برضو على الشمال اللور والليفت عندي اه بابلري بروسس نفس الصورة خلاص انا مش حاجة جديدة ادي الكوديت شاله وكبره وقال لي والله دي حدوده اهي الانفيرور فينكيفا على اليمين والفشر بتاع اللي جامنتم فينوزم على الشمال واللي جامنتم فينوزم نفسه طالع لفوق ومتوصل مع الانفيرور فينكيفا وعمل الانفيرور بوردر وهنا البورتة ايه هي باتس ادي الكوديت بروسس وهو عبارة عن السوبيرور بوردر او الروف بتاع اللي بيبلوك فورامن اللي هو موصل جريتر بالليسر ساك الريليشنز بتاعته اهي ورا الليسر ساك ودي الديفراج من السيندونس راسك اولتا انتي تولف اهي الصورة شايفين ادي الليفر اهو ادي الليسر اومنتم يا شباب نازل كده يبقى طالما ده الليسر اومنتم يبقى يبقى دي البورتة هيباتس اللي مكملة معاه حلو انا قلت خلاص ده ده معنى الكلمة اللي انا بقولها وده الليسر ساك خلاص يبقى هنا ايه ده كده الليسر ساك حلو يبقى فيه يبقى يبقى الليسر ساك ورا الكوادريت ودي الديسيندونس راسك وقصاده في تي تولف طبعا ده نفس الكلام بقى مش عايد تاني ادي اللي بيبلوك فورامن يبقى الروف بتاعه هو عبارة عن يعني الكودت بروسوس موصل ما بين ادي الليسر ساك ودي الليسر ساك نفس الكلام ده ده لابي بلوك فورامن بس ده ترانسفرس سكشن وادي بتاع ده ساجدة المرادي سكشن ادي الليسر ساك ودي الليسر ساك وهو مفتحين على بعض عن طريقه والكودت بروسوس فوق ده طبعا حدوده فاكرين لما كنا بنقول كودت بروسوس اف ده لفر من فوق في بلوك فورامن ودي الكوادريت بقى حدوده هنا الجول بلادر على يمين اللي جمان رام تيرس على الشمال تحت وراه بستيرر بورتاي باتس خلا بقى بقى باستيرر يبقى بورتاي باتس وتحت انفيرر بورتاي باتس وتحت انفيرر بوردر خلاص قلنا كل الحاجات اللي فيها ادي الكوادريت على اليمين جول بلادر على الشمال لجمان توم تيرس وراه بورتاي باتس قدامه انفيرر بوردر اف دليفر اه في حاجة بقى انا ملتهيش ادي الكوادريت بس انا شايفاه ازاي بصوا الترانسفيرس كولون قدامه وراه في مين في الليسر اومنتم وفي النص كده وراه الحد ما في النص وراه في البايلوريس اهي والفيرس بار ديودينم رسمناه وشرحناه خلاص ادي نفس الكلام اه اه انا اه انا جايب هنا عشان البورتاي باتس فيها الهيباتيك داكت قدام هو كالمفروض دي تبقى قدام يعني ناحية قدام والبورتال فين وراه الانترميديات هو الهيباتيك ارتري ودي نفس الكلام كوديد اه ادي الكوديد بروسس ودي بابيرير بروسس تمام اهو دو برانشز لكل لوب موس بوستيرور هو الايه البورتال فين موس انتيرور هي الهيباتيك داكت وفي النص في الهيباتيك ارتري اهي قدام والبورتال فين وراه ومفروض ده يبقى انترميديات شايفين الحتة بتاعت الكوديد لوب لو انا عملت الليفر ساجتال سكشن يبقى ده كده اليمفيري سورفرس وده الانفيري سورفرس هنا هيبقى فيه الكوديد لوب وهنا هيبقى فيه الكوديد وفاصل بينهم البورتال فين فانا بالنسبة لي هنا بالنسبة للكوادريد البورتال فين موجودة فين وراه وهنا الانفيري بوردر بتاعي انتيرو بالنسبة له ادي الليسر اومنتم خلاص ليه انا جايباها عشان البورتاهيباتس متوصلة معاها شايفين زي الصورة دي مش ده الليسر اومنتم اللي موصل ما بين الليفر والاستامك اهي واضحة جدا هي خلاص هي مكملة البورتاهيباتس من الليفر مكملة مع الليسر اومنتم البلد سابلاي ديو البلد سابلاي بورتال فين ان هيباتيك ارتري وستو برانشز رايت ان ليفت فوريات شلوب خلاص لدي الهيباتيك الهيباتيك ارتري طالع من الايه من السيليك ترانك اللي هو جاي من الاورتا والهيباتيك بورتال فين اهو خلاص وارلتا والبرتال فين اهي الهيباتيك بورتال فين اتحاد الاسبلانك والسو بيرو مزنتلج انا فعلا قالت سو بيرو مزنتلج الانفيرو فين كيفا السو بيرو ميدل وانفيرور بيصبوا في الانفيرو فينا كيفا يبقى السوبيرر والميدل والإنفيرر هيباتيك فينز بيصبوا في الانفيرر فينا كيفا ودي الحتة بتاعة السيجمينتيشن حسب الفاسكرار ديستريبيوشن ادي دول ايه الانتيرر والميدل السوبيرر والميدل والإنفيرر فين دول بيبقوا ماشيين جوه الليفر فعشان كده أنا مش مش بشوفهم بيروحوا على طول يطلعهم الليفر على طول يصبوا في الانفيرر فينا كيفا ويقسموهلي السيجمينس عشان كده قلت حسب الفاسكرار ديستريبيوشن أو أقصد حسب الفينيس درينج مش ده الانفيرر فينا كيفا عشان كده من رسمت الخط من الانفيرر فينا كيفا احنا رسمناها وقلناها الانفاتيك درينج كله بيروح على البرتل خلاص معادة البر إيريا بتروح يعمى على الانفيرر فينيك يعمى على طيب جميل ده كده الليمفاتيج اهو كل الليفر في اللي هي بتروح على خلاص معادة بتروح على الخلاص مع متشفل ليشتروح على ده قلتم المنزل 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 lower layer coronary right triangular groove for inferior vena cava for gallbladder ligamentum venosum ligamentum teres واليسار omentum ال-embryonic ligaments ligamentum venosum بقت كانت ductus venosus موصلة ما بين left branch of portal vein مع inferior vena cava خلاص و لما حصلها obliteration خلاص بقت بالمنظر ده على ligamentum teres موصلة ما بين ambiricus وما بين left branch بتاع portal vein خلاص البoundaries بتاعت triangular ايه احنا قلناها احنا قلناها كذا مرة ال-embryonic ligaments خلاص قلناها انا مش عارفة ليه حطها تاني ال-airies اللي هي not covered ال-airies ال-airies اللي هي not covered لسه آآ لسه آآ ال-fisher بتاع ligamentum teres ligamentum venosum mutiris وال-upar وال-lower coronary والجروف بتاع ال-infero vena cava وال وال بورتا hibatis والفصة بتاعت الجول blader يعني quadrate بقوم تابع lift بعد ما كانه تابع right تابع التاب حسب التأسيم العديمة خلاص ودي تأسيم يعني من باب العلمي بالشيء ان هو حسب بس مش موجودة في الكتاب فبالتالي قلت انها مش علينا والسيجمن دي برضو دي الصورة اللي كانت في المحاضرة وبردو دكتور قالت يعني ايه مش علينا ادي 5-5-7-11 lift 5-5-7-11 بعيدة عن 3.5 انش النقطة التانية راية 5-4 عند المد ونقطة التالت المفروض نها تبق هنا ال-save ال- هنا ولا نلاقي عند وهنا النقطة الاخيرة هي 11 مش 10 11 مش 10 11 12 عند الرسمة دي اهي خمسة خمسة سبعة 11 اه برضو اصيبكم دي هي على بعد 3.5 انش من دي هي اللي عند ودي يبقى دي الوحيدة اللي ايه للفت الرايت بردر بقى او معمول والاتنين عند المد او ده كده اوك بس يبقى احنا كده ايه خلصنا الكلام اللي احنا عايزين نقوله خلاص يعني يبقى كده يبقى احنا كده ايه بس من من اجل التسكرة فقط هو بيبقى الليفر موجود بتاحت في التلاتة مناطق بتاعنا اللي احنا قلنا عليهم اللي هما الرايت ها والريفت ها آم قالنا كده ايه عنده خمس بو هذه الم PLC مجدنا قضية معنا بعض ما نضيف المشكلة الم booking ًا قلنا البريتونية وقلنا كل ده هنذكروا بقى ازاي هنذكروا عن طريق ان انت خلاص تحضرتك دلوقتي سمعت الكلام وفهمته اتمنى انك تكون فهمته استفدت بعد ما سمعت هتقرأ قراءة بتركيز تحاول تقرأ قراءة بتركيز بعد بعد ما تخلص قراءة بتركيز تحاول ان انت تسمع لنفسك الكلام دوت اتمنى ان انا اكون افدتكم وشكرا وبالتوفي ان شاء الله